بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين طيب الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برناميككم الصحة من الجزور في الحقيقة الحلقة اللي فاتت إحنا قدرنا نتعرف على نوع جديد من العلاجات وهو العلاج بالأزون الطبي أو الأكسجين الناشط وعرفنا كمان مجموعة من أهم الأمراض التي يسهم في علاجها الأزون الطبي وفي حلقتنا النهاردة بإذن الله هنستكمل الحديث عن الأزون الطبي وأنواع أخرى من الأمراض التي يسهم الأزون الطبي في علاجها وهيكون معنا النهاردة بنوارنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عادي الفرجاني استشاري العلاج بالأكسجين النشط والتغذية العلاجية ودبلوم الجامعية الأوروبية لعلاج بالأكسجين النشط وعضو الاتحاد الدولي لعلاج بالأكسجين النشط وعضو الجامعية الأوروبية للتغذية العلاجية أهلا بيك دكتور أهلا وسهلا بحضورك أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين أهلا بيك دكتور بدايةنا دكتور احنا حابين نعرف النهاردة ونستكمل حديثنا عن العلاج بالأذون المشكلات الاخرى التي يصهم الازون في علاجها وتحديدا هنتكلم في البداية عن العلاج علاج الازون لمشكلات تصلب الشرايون طيب خليني افكر السيدة المشاهدين يعني ايه ازون الازون ده نوع نقي من الاكسجين اكسجين عالي الطاقة لما عالي الطاقة بتاعة الاكسجين بقاله خصائص معينة في الامراض لما اتكلمني على تصلب الشريان كيف يتصلب الشريان يتصلب الشريان باشياء تغزوية خاطئة بتزيد من ترسب الدهون داخل جدار الشريان او واحدة طبقات جدار الشريان سوى في الطبقة الداخلية او الطبقة اللي هي تحتها بينبعج الشريان بقى فيه نوع من الانسداد الشريان له خاصية مطاطية زي الاستيك القلب كماشين كعضلة بتتنقبط فتدفع الدم في مسارات اصبحت المسارات فيها جزء من الضيق سوى ايا كان نسبته وفقادته الخاصية المطاطية بتاعة لانه ترسب داخله بقى المكونات اللي سبق يمكن في حلقة سابقة قلناها اللي هي الكوليسترول اللي هي الصفايح الدموية اللي هي المعادن زي الكالسيوم فيبتدئ يتصلب الشريان الفيدباك بتاعه ايه يديني ضغط دم مرتفع مع باقي الاسباب بتاعة الضغط الدم المرتفع طب احنا معنا صور توضيحية كده نقدر بنشوفها مع الدكتور ويعلق لنا عليها تشرح لنا الموضوع بشكل مفصل اكتر اه دي يمكن دي شريان انت شايف قطره يمكن اللي هو اوسع قطر في ده ده شريان سليم ابتدأ الشريان للثقات اللي قلنا عليها دي ابتدأ التقللي مصار الدم داخل الشريان يبتدأ يعمل لي تصلب الشريان يعمل لي ضغط دم عالي مع بقية الاسباب ليس سبب واحد يوصلني لجلطات دماغية وقلبية يمكن سؤال المغزى منه لان ده ما بيظهرش لما يعني لما تفحص المريض وتطلب دهون دم كاملة لا ما بيظهرش ده قياس الدم قياس دون الدم بتبقى على الكلسترول اللي هو في الدورة الدموية لكن داخل الشريان ده لا ما بتشافش بالشكل ده ده بتشاف يا اما بدوبليكس او مسح زري على القلب يقولك ديق الشريان وصل لحد فين ده الشريان ابتدأ التروية الدموية للدورة الدموية الترافية يعني ايه دورة دموية الترافية اللي هي شرعين المخولي اللي التركيز أبقى عرضها لجلطات دماغية أبقى عرضها لجلطات قلبية يبقى فيه ضيق في الشرعين الطرفية للعدو الزاكري يبقى فيه ضعف في الانصاب وبقيته الإيدين والرجلين بمعنى ده دورة دموية إيه دور الأزون فيها؟ الأزون عنده ده الأزون الطبوي يسمى الأزون الطبي الطاقة العالية فيه تقدر تكسرلي الدهون اللي ترسابت داخل الشريان وتفتتولي لمركب بسيط سهل الجسم التخلص منه يمكن دي ببساطة أنا ببعد مضاعفات أنا برضو فيديو يا دكتور برضو حياتك يمكن يقرب برضو المفهوم للأستاذ المشاهدين أكتر أتفضل يا دكتور دي صورة لانقباض وانبساط القلب يمكن ده سريان الدم داخل الشريان تبدأ تترسب حوالي دي صورة من الداخل للشريان دي مكونات الدم الدم 90% منه مية أو 10% منه كرات دم حمرة وبيضة وصفايح دموية اترسبت دي كرات هاي وقت هتلتصق بالدار الشريان يبتدئ يديء الشريان شاف اللي بعاجل اللي حصل داخل الشريان فهيقلل المسارات هو ما زال الدم ماشي الوقت لحد قد أصل الانسيدات كامل على حسب المكان اللي فيه لو فوق هيبقى جلطة دماغية لو في القلب جلطة قلبية يقليلي مصار الدم في الشريان بتاع العين فيعملي بلايند أو يضعفلي البس شايف شكل تكوين بقى الجلطة من الداخل دي صورة للشريان من الداخل تتراكم بقى مكونات الدم اللي سابق قلنا عليها الكولسترول والصفايح والكالسيوم ابتدئ ده قطع بقى في الشريان ابتدئ يديء مصارات الدم اللي هي قد تصل بيه للجلطات ولذلك الأذن يمكن الملكة الأم بتاعت انجلترا كان بتاخده مرتين في الأسبوع بشكل خائم عندهاش كل الأمراض اللي هي موجودة فإذا هو ممكن يتاخده قائيا ونتمنى نوصل للثقافة دي أن الناس توصل قبل ما يجيلي بمضاعفات بقى بجلطة قلبية جلطة دماغية يجيلي في المستوى ده اللي هو وخاصة الفئة المستهدفة العائلات اللي ليها تاريخ مراضي في السكر العائلات اللي عندها زيادة كولسترول كتاريخ عائلي وكلام من ده الأذن من الحاجات الفعالة وطيبة جدا واللي بتدي نتائج هيلة الحالات دي الدورة الدموية والتفرعات طيب احنا حابين برضو نعرف السادة المشاهدين عن دور العلاج بالأذن في حالات القولون التهابات القولون والتهابات المعدة ده سؤال طيب قوي وأنا فعلا أنا معني بالجزئية دي المية في مصر مش كلها نظيفة بقيت هيفي فيها أملح معدنية تقيلة نهيك على حاجة بتصيب من 60 إلى 80% من الشعب المصري حرقان المعدة والامتلاء وانتفاق ونوبات من الإسال والإمساك وفدي مية أملح المعدنية عالية فيها أو الكالسيام تحديدا عالية فيها وبقية المركبات مع الميكروب الحلزوني اللي هو بينتب اللي هو من المية عندنا من 60 إلى 80% والمريض يشتكي لك من أنا عندي حرقان في المعدة دكتور أنا ما برتحش لو خدت مثلا نوع من رأس اللي هي تعادل حامض المعدة أنا عندي انتفاقات دايما عندي نوبات إسهال عندي نوبات إمساك دي إصابة بالميكروب الحلزوني طب نحن معنا مجموعة صور برضو ودكتور ممكن نشوفها الحقيقة عايزة أعلق على بقى إفدنس بيز ميديسن العلاج ودي كانت حاجة بنقف قدامها كتير على الهيليو باكتر باولولي أو الإصابة بالميكروب الحلزوني بقى الوزون بشكل إعطاء معين يقضي عليها من أسبوعين إلى أربع أسبوع على أقصى تقدير ويبعدني بقى فيه علاج وفيه شفاء العلاج أنا مريض ضغط أنا باخد له علاج أنا متعالجتش أنا ما شفيتش من الضغط أنا مريض سكر أنا ما زيل تفتر العلاج لسا علاج يمكن بعد المضاعفات لكن مفيش درجة شفاء لكن بقى إفدنس بيز يعني بأصل طبي عالمي علاج التهاب المعدة والإصنع عشر والقولون وصولا حتى للقولون المتقيح ماء الأزون ده اللي هو الأكسجين المزاب في الماء بس ده جهاز ألماني بيطلعه ونفخ في الشرك ده شكل الإعطاء والماء المأوزن إن كان فيه صورة حضرتك عايزني يعلق عليها أه ممكن نعرض الصورة تانية مرة تانية أه الصورة الفوق العالية ده شكل القولون من الداخل ده التهاب حاد لما يقع شوية مية سخنة على الجلد الإنسان منه تشوف فيه بقى فيه حاجة بروز كده بفوق ده الشكل التهاب ده أول صور التهاب القولون اللي هو إحدى أهم أسبابه المكروب الحلزوني واللي منتشر في مصر جدا واللي المفروض يعني أن احنا نعمله روتين اللي أحد مسبباته المية المية والخضار اللي هو مش نقي ومش نظيف يبتدأ دي صورة من التهاب القولون يعني هو بقى هو جهاز هضمي اللي ممكن يصيب من الفم لحد فتحة الشرك بس احنا بنعلق على القولون دي الصورة اللي قدامنا يبتدأ يحصل فيه التهابات داخل القولون ده شكل حاد ده بيوصل بقى أنه هو يتقيح يعني صديد داخل القولون من الداخل المريض يحس بإيه بقى نتيجة التهاب ده امتلاءات وانتفاخات وألام متقطعة نوبات من الإسهال نوبات من الإمساك دايماً ماشي بمضادات حموضة وكلام من ده ده الميكروبات يعني معنا كده نقدر نقول إن اللي بيحس بالأعراض دي يبقى لازم يلجأ للطبيب عشان الأعراض دي أعراض التهاب قولون حاد بالضبط كده ويعمل بقى الفحص بتاع الميكروب الحلزوني يعني قبل ما يروح يعني يعني لازم كمان ده كاترة تبص على النقطة دي إنه بقى متوطن في مصر التهاب المعدة والإسنى عشر والقولون وبنعمل آه منظر آه عملت منظر سوفلي أو علوي وانت شفت القيوحات دي طب إحنا ما كنا وقفين ما إحنا عارفين علاجات وكنا بندي علاجات بسوق فينا لما اتدمج العلاج الطبي مع العلاج الغازي لأن الأكسوجين ده لما يدخل القولون هي عامل إيه ده أنا غيرت الوسط بتاع الميكروب ما عارفش يعيش فيه جو فيه أكسوجين والمرض بيحدث أساسا من نقص الأكسوجين فأنا بديله المزاب فيه الأكسوجين وبنفخ في الشرج متعسف فلو أشكال في الأحطاء وبتاخد درجة شفاء ماشي بتعالج بقى وبتعاني وماشي بالمضادات الحمودة طول عمرك لأ ده أنت من أسبوعين لأربع أسبوع درجة شفاء عالية جدا طيب إحنا برضو حابين نتعرف منك دكتور على دور إلى لاجب الأزون في السكر وتلافي أو تلاشي مضاعفات السكر جميل لأنه له تصنيف عالي في السكر السكر بس خلينا أكلم حضرتك السكر فيه كذا نوع الواجب في نايل والطايب تو إحنا بنتكلم في طايب تو اللي هو فيه تاريخ عائلي وأصاب السكر السكر من الدرجة التانية السكر من الدرجة التانية أجهد البنكرياس ابتدأ يقل إفرازه طيب لما دخلت الأزون بقى فيه تغذية بالأكسجين عالية للبنكرياس فيستعيد وظيفته فيبتدأ إعادة الوظيفة المفقودة إعادة إفراز الإنسولين مرة تانية دي كان نوع من التغذية ممنوع عنه يعني بيضعف يعني يقل النشاط فالأزون أو الخليط الغازي المكان من الأكسجين سناء الزرة والأكسجين سلاس الزرة والحقيقة للمغزف ده فيه إن هذا العلاج ليس له أي أثار جانبية ممكن تاخده بشكل وقائي تاخده بشكل علاجي بتختلف فقط على حسب الوقاية أو إن أنت بتاخده علاج وفيه حاجة معينة أنت بتترجيتها فأنا زودت قدرة الوعاء قدامه واللي بيغزل بنكرياس إنه يستعيد وظيفته أنا بمده بتغذيةه بيبتدأ يستعيد وظيفته طيب على مستوى الشرايين الإزابة نفس المنوفر الإزابة وحمل بتغذية عالية من الأكسجين فقادر ينشط يستعيد وظيفته طيب إحنا برضو كنا حابين يعني إحنا عرفنا إن الأزون ليه دور هايل جدا في علاج ضعف الانتصاد لدى الرجال وضعف القدرة الجنسية جميل عايزين برضو نشرح الموضوع ده هو منشط طبيعي وقد يقينا بقى من اللي هي المنشطات الجنسية وما مش أي أثر جلبية هو إيه ضعف الانتصاب خاصة مثلا لمرضى السكر وما إلى ذلك بيقل ما بقاش فيه تروية للعدو الزكري فيما أنا فيديو برضو ممكن نتيجة إنسداد آه يودع لنا برضو حاجة شرح لنا الفيديو بيقول إيه تحضر إيه ضعف الانتصاب لك ده شكل يعني ده ده الشريان اللي هو ده ده سرايان الدمه ما هو بيدغاء عشان ينتصب لازم يبقى فيه دم سرايانة لازم الصمام من داخله يبقى قوي ما يبقاش فيه ارتجاع يقولك أنت تسرب وريدي ده شايف بقى إنسداد إنسداد اللي حصل الأزون قادر على تفتيت هذه البطانة الأسمنتين اللي حصلت داخل جدار الشريان فيبقى فيه تروية دموية عالية يبقى يبقى فيه تروية دموية عالية يبقى أنت زودت إضافة الأكسجين لأن التغذية تسعين في المئة أكسجين وعشر في المئة بقيت النيوترنت اللي احنا بنديها فأنت بقى إيه سلكت المسارات فينتصب العدو الذاكري ودي حاجة عادة متصيب الناس يعني السن الكبير بس أنا بقيت أشوف شباب دلوقتي بيعانوا من الجزئية دي من الفاستفود والكلام من ده والتلوس البيئي والبيولوجي اللي موجود في الحياة فده منظف ومنشط قوي جدا طبيعي ليس له أي أثار جانبية تمام طيب فيه برضو إحنا كنا عايزين نتعرف دكتور من حضرتك على دور العلاج والأزون فيه علاج العقم عند الرجال والنساء آه يعني خلينا العقم له أكتر من شكل في حالة وجود ضعف في الحيوانات المنوية فهو أو يعني مثلا ده بالنسبة للراجل بالنسبة للمرأة إن فيه التساقات فيه التهابات في الكلام فهو دوره برضو محدود في الجزئية دي في حدود الجزئية دي لو ضعف في الحيوانات المنوية لا ده هو منشط عام ده هو أيا كان بقى الخلية هو منشط عام هو ينشط الحيوان المنوي لو فيه قلة لو فيه لو فيه ضعف لو درجة لو بيموت عدد كتير لو حركة الحيوان المنوي قليلة فلا أهو منشط منشط قوي قوي للحيوان المنوية أذكر إن فيه حالة عندنا يمكن كانت حالة من ليبيا طبعا فيه جهاز عندنا بيقس لي في المركز عندنا بيقس طاقة الخمسة وثلاثين بليون خلية الجسم كتاب مفتوح قدامك فانت عارف الضعف فين والخلل فيه فأني خلية فادي بقى كتاب مفتوح قدامنا بالأذون في 24 جلسة ده كان شاب ليبي داخل على الجواز والحيوانات المنوية ضعيفة جدا خايف يقدم على الخطوة دي على الخطوة دي لا والحمد لله يعني هو لسه ما الجواز بس حالته باللاب بالتحليل كده حاجة طيبة جدا شخص طبيعي تقريبا بعد 4 أسابيع بالظبط طب ده شيء هايل والله برضو أنا قريت إن العلاج بالأذون دخل في حاجات كتير قوي ومنها التجميل والسمنة وفي علاج أو تلافع أصار الشاخوخ آه معنا صور برضو ممكن توضح لنا برضو لما نقول الشيخوخة ليس شيخوخة السن بس شيخوخة الخلية فشيخوخة الخلية ممكن يبقى شاب ومصاب بشيخوخة في الخلية من أجساد الزيادة في الجسم هو استخدامه موضعي في التجميل هايل جدا يمكن من 3 أسابيع لتلات شهور ممكن تدي يدي انتباعه في صورة عشر سنين أقل اه احنا معنا صورة برضو اه ده دي السمنة يمكن الأشكال دي ممكن تبقى محتاجة مثلا بقى جراح السمنة يبص عليها ويقول لنا رأيه احنا ممكن نقدم له ايه بقى الكبينة في حد ذاتها كبينة الأزون وبيدخل الكبينة الكبينة فيها ممكن نشوف صورة الكبينة برضو اه فالكبينة هتنزل لي المية 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 اللي هي المية اللي هي خارج الخلية اه معنا صورة ايه ده ده دخله الكبينة بس له حاجة تانية هدخله الكبينة انا هنزل المية اللي هي خارج الخلية أنا أخلي الجسم حارق مش بيأكل حاجة بتتراكم الدهون مباشرة لا لأنه بيوصل الخلية قريب من الطبيعية إعادة وظيفة الخلية الوظيفة المفقودة للخلية فيتبقى الأجسام حارقة وقد تستخدم معاه بس الصورة اللي حضرتك عرضها ده ده جهاز الأزم ده جهاز ألماني اللي هو اتاخد فيه نوبل في الطب اللي أنا باخد منه الخلية الغازي وأبتدأ أوصفه في استخدامي على حسب استخدامي لو يعني في ألمانيا دلوقتي ما بقاش الغضريف الانزلاق للغضروف ما بقاش تشال لا ده هذا الخلية الغازي حاولين العمود الفقري في بعض الحالات حاولين العمود الفقري وبشكل آمن وبسرنجة إنسولين بيعمل انكروج منت للغضروف يرجع الغضروف لشكله الطبيعي إنه هو يعني لو كان ضغطا على أصل فهو بيرجع في كامبة فقد تستغنى على العملية والحقيقة اللي الكلام ده متقدم جدا في ألمانيا وبقى أصبح عندنا في مصر وعندنا حتى في المركز حالات الحمد لله كان مقرر ليها وخافوا من من الجراحة والكلام من ده ولما بالحقن الموضعي والكابينة ونزولهم في الوزن لأ خلاص المشكلة دي انتهت تماما طيب كنا حابين برضو نتعرف على الدور العلاج بالأذون في الأمراض الهيكلية أو أمراض الروماتيزمة ما لما نقوله الأمراض الهيكلية احنا ردين عليه لما نقول مثلا الغضاريف ان انت كان ممكن تستغنى بقى عن العملية بحقنه موضعي وبنزوله في الوزن وبالكابينة دي الأمراض الهيكلية طيب مع الأمراض الهيكلية الانقباضات العضلية الشديدة جدا فدي عضلة بتصرخ تستغيص عايزة تغزية فهو يبسط العضلات لا ده هو كمان في حاجة كمان ده هو أناك زيوليتك مزيل للتوتر ده هو يزود لي نشاط يعني مثلا طبقة زي الرياضين دي وانا هذكر ان فيه تفرح حصلت يمكن المتابع رياضة عرفها ماكينات يعني الألمانية دي ده الأذون تحديدا الألمانية هم لهم الأبرهند وانا هذكر سيد رئيس السابق مبارك كان بيروح ألمانيا العلاج بالأذون وجات له كابينة هنا وبرضو المالكة الأول بتاعتها انجلترا كان بتاخده وبيأوله حياتها بصحة طيبة كانت فعلا بتتناول لان اللي كانت مشفعة على علاجها لدكتورة رينيتي في باندي صديقتي وكان بتاخده بشكل وقائي احنا عرفنا برضو قرينا انه هو العلاج بالأذون بيطلق عليه علاج الأمرة علاج ايه؟ الأمرة اه يعني هل ده راجع لإيه؟ راجع للتكلفة ولا راجع لتكلفته عالية؟ يعني طب انا هرد بقى على حاجة تانية مبارح بس انا مسافر بعد بكرة ارب هيلس ده تاني اكبر مؤتمر في العالم فاحنا كان فيه دي انا رايح برضو بصدد انك فيه ديل مع الخبراء الألماني احنا لا فيش راكة مصرية ألمانية في الحدود دي فأنا بتكلمهم على نوع من الليزر بيزيد إفراز الخلايا الجزعية داخل الجسم وزوت انترفيس يعني مش هدا بفيش تدخل جراحي فالأمريكان وبقت أبرو في دي اف دي ايه منعين دخول استخدام الخلايا الجزعية داخل الشرق الأوسط عارف السبب ايه؟ يقولك لان ثقافتهم قد لا تستوعب هذا القبر دلوقتي الدكتور زويل ربنا يكرمه يعني هو تعالج بالخلايا الجزعية في أمريكا الخلايا الجزعية بقت طفرة غير عادية في العلاجات والمن حققه 75% في قعطى الأمراض واحنا بتشتغلها بنفس الكفاءة ولها ثلاث أشكال باخدها من الدم باخدها من النخاع العظم أنا بشتريها جاهزة اللي هي من الأورادة بتاعة الحبل السوري بتعالج ايه؟ بتعالج ايه الخلايا الجزعية دكتور؟ الخلايا الجزعية خلايا جنينية لم تصنف بعد أنا عندي خشونة في المفصل فأنا بحقن أزون مع خلايا الجزعية اللي أنا أخدتها من الشخص في أماكن معينة في الركبة دي بتعيد بناء الغضروف للتآكل ونتاجها عيلة وسيف جداً يعني مفيش يعني مفيش أسلحة يعني يمكن الثقافة دي جديدة علينا شوية لأ أمنة جداً أنت حالها تغير مفصل الحالات اللي هي مقابلة تغيير المفصل والأسر وأقروا أنها تعمل لا بالخلايا جزي بتبني أنت لما حنتقى في المكان ده بتاخد طبيعة المكان ده طي هم برضو حققوا نتاج غير عادية في أعطى الأمراض في الفشل القلبي وفي السكر والحية بقت متدولة في مصر وبنشتغالها في مصر ونتاجها معقولة مش وحشة ومفيش أثار جانبية لها جميل على الإطلاق جميل طيب إحنا عايزين برضو نتعرف من حضرتك على دور العلاج بالأذون في التهاب الأعصاب الطرفية آه جميل التهاب أعصاب طرفية معناها أن قل مصار الدم داخل الشرايين فما بقاش فيه تروية دموية كويس فما بقاش فيه تغزية العصب فيلتهب العصب نتيجة نقص التغزية اللي بيوصلاله من ديء الشرايين والكابينة حاجة هائلة وطيبة جدا في الأمراض اللي هي اللي هي بتسبب التنميل اللي بيحس به آه المريض آه تنميل شاك شاك أنا بحس به دبابيس أنا مش عارف أمشي على رجلي حرقام في رجلي وتدبيس وتنميل وكلام من ده دلت أطراف عصاب وللكابينة من من 3 إلى 24 جلسة تنتهي هذه القصة تماماً وكابينة قاعد فيها كابينة يعني الكابينة دي مسمى صغير قوي عليها دي حاجة عملاقة جداً ده فيها كربون داكساد أول ثلاث دقايق وسعلي أوعية دموية الطرفية وشعارات وفتح لي شعارات الدموية الطرفية آه فيها تاني 22 دقيقة فيها خليط غازي من أكسجين ثناء الزرة وسوليس الزرة والأشعار تحت الحمراء والأرومة الثرابي والإنفراريد آه فبقى الجسم يأخد شكل من أشكال تغذي الأذون جزء طاق مش أنا في الآخر اي تي بي يعني أنا بأكل الأكل في صورة لمصاصه آه جلوكوز آه أحماض عمينية أساسية وغير أساسية وحماض دهنية بسيطة وغير بسيطة آه الأذون هو الطاقة فأنت بتحين كأنك يعني مجازا بتشحينه الطاقة ولذلك المريض بعد الجلسة وبيحس أنه فوريك ما بقاش لأن تشيلته جزء من الأجساد اللي حصلت في الجلسة جزء كبير يعني من الأجساد اللي حصلت في الجلسة جست وانس يعني من هو مجرد بيحسها من أول جلسة بس بقى درجة شفاء لا متوقف على نوع المرض وتقدمه ومصابرة المريض على الهلاج كعدد مرات من الزيارات يعني طيب إحنا كنا حابين نتعرف برضا دكتور على إيه هي طرق إعطاء الأذون يعني المريض بيأخذ الأذون عند حضرتك في المركز إزاي في 24 شكل من أشكال إعطاء متوقفة على طبيعة المرض تقدم المرض يعني في الجلطات القلبية والدماغية في الجلطات الدماغية سوريا مش القلبية لو تم التدخل في أول 24 ساعة نتائجه بتوصل لـ 90% في المريض متوقع أن يحصل فيه شل شكل علاجه لا أنا بس حق كمية من الدم ما تتعداش 150 سنتم وكلوز الساس ما فيش فرصة العدوى ولا حاجة من المشاكل قد يتخوف منها المريض وتحقن الخليط الغازي عليه وترجعه له تاني طيب هو بيتخوف بقى من الدم ممكن معالجة شراجية كبرى يبقى أنا بنظف القولون بحقنة شراجية عادية وأحقن الغاز مباشرة بيقعد عشرين ديقاف القولون ويدخل الدورة البابية في الكبد ويدخل الدورة الدموية بنفس المانوفر طيب بتاع القولون والقرحة التهاب المعدة والإثنى عشر والقولون لا مياه مزاب فيها الأكسجين بس قلنا الأكسجين اللي هو بمواصفاته ونفخ في الشراج بتديله إعطاء مباشر في الشراج وده الميكروب لما بيتخذ بيه وبقى حواليه تفاعل مناعي فقلب لي بقى مرض مناعي فكمية صغيرة بحقنة عضلي كده من 2 ل 5 سنطر دي من دم المريضة على الخليط الغازي اللي هو في السرينجة وبيدوب في بعضه ويتاخذ في العضل ده بينشاط لي مضادات الأكسادة العالية جدا ينشاط لي عمل الفيروس يقلب لي وقتل الميكروب والطفيل والفطر تمام طيب أنا كنا عايزين نعرض برد بالنسبة لي استخدمت حضرتك سألتين سؤال كويز طيب أنا بقولك في شكل الآطاء ده إحدى أشكال الآطاء اللي أنا قلت حدثك عليها يبقى إحنا متفقين على الكابينة وعلى الخلطه بالدم أو إعطاءه بالشراج في حقن مباشر بقى حوالين فقرات القاطمية أو حقنه في الرجبة في حالات الخشونة مع الخلايج زي ده إحدى أشكالك إنه هو له 24 شكل من أشكال الآطاء تمام والله يا دكتور أنت حالك أفدتنا من نهاردة كتير قوي أتمنى والله إنه أفدتنا من نهاردة على اللقاء آخر بإذن الله